وسط فوضى حسابات اليوم التالي لغزة لا تصور للمرحلة التي ستعقب توقف الحرب في غزة بيد أن محاولات واشنطن لرسم ملامح ذلك اليوم مستمرة ومن بين الخيارات اقتراح بأن يساعد البنتاجون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني حسب مجلة بوليتيكو أما واشنطن ما زالت عند موقفها لحضور القوات الأمريكية في أراضي القطاع سواء في الوقت الراهن أو عقب نهاية الحرب فهل يعد المقترح الأمريكي بشأن إنشاء قوة متعددة الجنسيات أو قوة حفظ سلام خطوة عملية لتنفيذ مخططات غزة ما بعد الحرب على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات قبل أشهر مع الشركاء الإقليميين حول الشكل الذي ستبدو عليه تركيبة مثل هذه القوة فإن أي منهم لم يؤكد المشاركة لأن الخطة لم يتم الانتهاء منها وأخبرت العديد من الدول في الشرق الأوسط إدارة بايدن أنها لن تفكر في المشاركة إلا بوجود خطة جدة لحل الدولتين حل يبدو أنه ليس من الأولوية الحالية لتل أبيب المصر على المضي في حربها ضد القطاع أما مسألة اللجوء إلى قوة دولية لإدارة غزة فيصطدم برفض إسرائيلي معلن في ضوء تجربتها في جنوب لبنان وفي انتظار ترتيب أوراق الخطط السياسية والأمنية الأمريكية وتنزيلها على أرض غزة تواصل واشنطن العمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة بمجرد تراجع حدة الحرب فيما ظهرت بوادر أولية في الأسابيع الأخيرة بشأن انخراط إسرائيل في مسألة اليوم التالي للحرب وضمن الخطط التي يجرى مناقشتها لما بعد الحرب أيضا كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عددا من الدول العربية من بينها السعودية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن أي إطار مستقبلي لعملية سلام شاملة